أكد الرئيس السيسي حرصان مصر على التدعيم وطعميك الشراقة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقتين الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية جاء ذلك خلال لقاء رئيس السيسي مع رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بقصر الإليزي في العاصمة الفرنسية باريس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات بين الرئيسين حيث رحب في مستهلها الرئيس الفرنسي بزيارة الرئيس السيسي إلى باريس مؤكدا تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين والتزام بلاده بدعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات على نحو بناء وإيجابية ومشيدا في هذا الصدد بجهود سيد الرئيس لصاون السلم والأمن الإقليميين أضف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي آرب عن التطلع لتعظيم تنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة القادمة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية محل الاهتمام المتبدل